كمان شاطر في حاجة تانية بدونات عجرمك الشر يا ربي انا ما شفتش فنين في الشر يعني بنصدقه جدا وانت اكيد بتقابل في الشارع الناس تبقى زعنة منك في اوقات الشر الادوار الشر بتاعتك لا والله بيبقوا حبينها وده الغريب يعني انك عشان كلنا جوانا شرير صغير لا يعني اقول لحضرتك حاجة في حاجة احنا تربينا عليها في الابيض واسود وبعد كده كمان فكرة الشرير النغش يعني دايما احنا عندنا في البلد كده او بالمصر كده نحب الحاجة الحرشة فالشرير الحرش ده بالناس المصريين او الزوء المصري بيستطعمه يعني لما نيجي نتكلم مثلا نتكلم على محمود المليجي استاذنا الكبير القامة الكبيرة لما نيجي نتكلم عن استاذنا الكبير عدل ادهم يعني بيعمل شر بس انت حبة حبة شوفيه يعني اول ما يغيب عنك عن الشاشة تحس ان في حاجة نقصة يعني وجوده في حد ذاته الكاريزمة بتاعته الطريقة بتاعت الاداء بتاعته تخليك حباء يعني مثلا الله يرحمه الله يرحمه يحسن ليه اخويا الله يرحمه خالد صالح كان فيه نفس الطعم الحرش ده اللي هو دايما تحب تشوفيه هو بيعمل فكرة الشر دي يعني ودايما تلاقيه شر برضو مش شر صرف مطلق فظيع لا دايما يبقى بيصحبه نوع من انوع الاتسامة كده يعني فيه حتة لايت كده يا ابن اللازيلة اقولتها ازاي حاجات كده يعني فتعلمنا من الله بيدوي سوداء